موسيقى الحرض رقم واحد الدورة الثانية مادة اللغة العربية المستوى الثالث ابتدائية إذن دوزوا الأسئلة التطبيقات الكتابية السؤال الأول أملأ الفراغ بالصفة المناسبة إذن لدينا المجدون خشبيا الماهرة وعطونا جمل كالتالي جمل فيها فراغات نطلب مننا أن ملؤها الفراغات بالصفة المناسبة إذن عندنا الجملة الأولى صنع النجار بابا الجملة التانية زرت الطبيبة ثم عندنا فراغ في عيادته ثم الجملة التالتة عاد الفلاحون ثم عندنا فراغ نطلب مننا أن ملؤه بالصفة المناسبة إذن جواب السؤال الأول أملأ الفراغ بالصفة المناسبة إذن بداية فنعطوه التعريف ديال الصفة فبالنسبة للصفة فهو واحد الاسم لتيبيين الصيفة ديال الاسم اللي تكون من قبله وهذا الاسم اللي تكون قبل منه فتنسميه الموصوف إذن فالصفة فهي اسم تيبيين الصيفة ديال الموصوف وبالنسبة للصيفة فهي دائما تتكون مطابقة للموصوف في التعريف والتنكير من حيث التذكير والتأنيت كذلك تتكون مطابقة للموصوف في الإفراد والتتنية والجمع وكذلك من حيث الإعراب أي الرافع النصب والجر بالنسبة للخيارات اللي اعطونا هنا اعطونا ثلاثة ديال الصيفات الصفة الأولى المجدون الصفة الثانية خشبيا الصفة الثالثة الماهرة بالنسبة للجملة الأولى صنع النجار بابا إذن هنا فينا هو الموصوف هو بابا إذن بابا كيف يشجع فجاء نكرة جاء مذكر جاء مفردا ومن حيث الإعراب فجاء منصوبا إذن فهين هي الصفة لتطابق لنا هذا الموصوف من حيث التنكير التذكير التذكير والإفراد والإعراب النصب فهي خشبيا إذن نضع خشبيا هي الصفة المطابقة للموصوف بابا إذن صنع النجار بابا خشبيا ثم الجملة الثانية زرت الطبيبة في عيادته إذن هنا فينا هو الموصوف هو الطبيبة إذن الطبيبة كيف يشجع فجاء معرف بأل جاء جاء مذكرا جاء مفردا وجاء منصوبا من حيث الإعراب إذن فينا هي الصفة المطابقة للموصوف الطبيبة من حيث التعريف التذكير الإفراد والإعراب في النصب فهي الماهرة نرى هذا ينكسب زرت الطبيبة الماهرة في عيادته ثم الجملة الثالثة عاد الفلاحون إذن هنا فينا الموصوف فينا هو الموصوف والفلاحون إذن الفلاحون كيف جاءت فجاءت معرفة تعريف معرفة بأل ثم جاءت مذكرا إذن جاءت التذكير مذكرا ثم جاءت جمعا إذن جاءت جمعا ومن حيث الإعراب فجاءت منصوبة إذن فينا هي الصفة المطابقة للفلاحون الموصوف من حيث التعريف التذكير الجمع والإعراب في النصب هي المجدون إذن المجدون هي الصفة المطابقة للفلاحون إذن عاد الفلاحون المجدون إذن تقلل السؤال رقم إثنان أجب عن الأسئلة التالية بحال مناسبة إذن عدنا السؤال الأول كيف يعمل النجار السؤال الثاني كيف تلعب مع أصدقائك إذن نطلب مننا نجاوب على السؤالين بجوج بوضع حال مناسبة للسؤالين معا إذن جواب السؤال رقم إثنان أجب عن الأسئلة التالية بحال مناسبة إذن بداية فبالنسبة للحال فهو واحد الاسم التيجي بعد واحد الجملة فعلية وتيبي الهيئة ديال صاحب الفعل إذن الإنسان الشخص اللي قام بالفعل إذن فهو تبي الحالة أو الهيئة ديال صاحب الفعل إذن عدنا السؤال الأول كيف يعمل النجار رقم نجاوب رقم يعمل النجار نشيطا إذن نشيطا هو الحال تبي لنا الحالة أو الهيئة اللي كانت يعمل فيها هذا النجار هو كانت يعمل نشيطا ثم السؤال الثاني كيف تلعب مع أصدقائك هذه نجاوب هذه نقول أعمل مع أصدقائي فارحا إذن فارحا فهو الحالة التي تتبيل لنا الهيئة أو الحالة التي كانت نعمل فيها مع الأصدقاء ديالي إذن تقلوا السؤال لقم ثلاثة صل بخطة إذن لدينا جمل وغد ربطوها مع الحال أو الصفة لمطابقة لها إذن عنا رأيت الممر ذات ثم عنا خرجت من المنزل ثم عنا نجح التلميذ بالنسبة للصفة أو الحال فعنا النشيط ثم عنا النشيطة ثم عنا نشيطا إذن نطلب منا الربط كل جملة مع الحال أو الصفة مطابق لها إذن جواب السؤال لقم ثلاثة صل بخطة إذن عنا رأيت الممرضة جملة الأولى إذن عنا الممرضة فهو موصوف فكيف الجاهد الموصوف فجاء معرف بأل جاء مفردا جاء مؤنة وجاء من حيث الإعراب جاء منصوبا إذن فينا هي الصفة المطابقة الممرضة الموصوف من حيث التعريف والتأنيت والإفراد والنصب من حيث الإعراب فهي النشيطة إذن النشيطة هي الصفة المطابقة الموصوف الممرضة إذن سأرد ربط الجمل الأولى رأيت الممرضة مع الصفة النشيطة إذن رأيت الممرضة النشيطة ثم الجملة الثانية خرجت من المنزل فهنا عنا واحد جملة فعلية إذن فهنا غد يكون عنا واحد الحال لتبين الهيئة دي الصاحب الفيل فعنا خرجت من المنزل أنا خرجت من المنزل كيفاش خرجت من المنزل فخرجت نشيطا إذن كيف خرجت من المنزل خرجت نشيطا إذن فنشيطا فهو الحال أو الهيئة لتتبين لنا الفعل دي صاحب الفعل إذن خرجت من المنزل خرجت نشيطا إذن هذا الربط الجملة الثانية خرجت من المنزل بنشيطا لهو الحل ثم عنا الجملة الثالثة نجح التلميذ إذن التلميذ هنا عنا فهو ملصوف فوجاء معرف بأل جاء مفردا جاء مذكرا وجاء من حيث الإعلاب جاء مرفوعا بالضم إذن عنا هنا هو الصفة المطابقة الموصف التلميذ من حيث التعريف الإفراد والتذكير والإعلاب بالرفع إذن هي النشيط إذن غدر ربط الجملة الثالثة نجح التلميذ مع النشيط لهو الصفة المرتبطة بالموصف لهو التلميذ في الجملة الثالثة إذن نجح التلميذ النشيط إذن الجملة الأولى رأيت الممردة النشيطة الجملة الثانية خرجت من المنزل نشيطا والجملة الثالثة نجح التلميذ النشيط إذن تقلوا لسؤال رقم أربعة أملأ الفراغ بما يناسب إذن هنا عنا حروف جر عنا في من على إلى إذن عنا واحدة الفقرة وعنا فيها فراغات مطلوب مننا نملؤها بحروف الجر المناسبة إذن عنا علي تاجر صغير يعمل ثم عنا فراغ الدكان فصلة يذهب ثم عنا فراغ عمله كل صباح ثم عنا فراغ دراجته فصلة ثم عنا فراغ رابع ثم صفاته إتقان العمل إذن مطلوب مننا نملؤ هذه الفراغات الأربعة بحروف الجر المناسبة إذن جواب السؤال رقم أربعة أملأ الفراغ بما يناسب إذن عنا في من على إلى إذن عنا أربعة هذه الحروف الجر مطلوب مننا نملؤ الفراغات الأربعة بحروف الجر الملائمة إذن عنا علي تاجر صغير يعمل في الدكان إذن نضع في في الفراغ الأول إذن علي تاجر صغير يعمل في الدكان ثاني فصل يذهب إلى عمله كل صباح إذن الفراغ الثاني سنكتب إلى يذهب إلى عمله كل صباح على دراجته إذن الفراغ الثالث نكتب على إذن يذهب إلى عمله كل صباح على دراجته ثم من صفاته إتقان العمل إذن الفراغ الرابع نكتب من من صفاته إتقان العمل إذن نعبد نقرأ الفقرة علي تاجر صغير يعمل في الدكان يذهب إلى عمله كل صباح على دراجته من صفاته إذن إذن العمل ننتقل السؤال رقم خمسة أصنف الأفعال التالية يعني وجد باع رمى يأس نام جانا إذن عدنا جدول فيه ثلاثة ديال الأقصم عدنا القسم الأول فعل أجوف القسم الثاني فعل مثال و القسم التالية فعل ناقص إذن نطلب منا نرتب هذه الأفعال التي أعطونا على حسب الأقسم التالية التي أعطونا فعل أجوف فعل مثال وفعل ناقص إذن جواب السؤال رقم خمسة أصنف الأفعال التالية وجد باع رمى يأس نام جانا إذن لدينا جدول مقسم إلى ثلاث أقصر القسم الأول فعل أجوف القسم الثاني فعل مثال والقسم الثالث فعل ناقص إذن بالنسبة الفعل الأجوف فهو ما كان وسطه حرف عل إذن الوسط دير الفعل الأجوف فتيكون فيه حرف عل ومعروفين حرف العلة فهو مثالات عنا الألف الواو واليأ ثم بالنسبة للقسم الثاني فعل مثال الفعل المثال فهو ما كان أوله حرف عل إذن الحرف العلة تكون فيه في الأول ديالو هو المثال ثم بالنسبة للفعل ناقص فهو ما كان آخره حرف عل إذن فآخر الفعل ناقص فتيكون عنا حرف عل إذن بالنسبة لأمثال اللي عنا هنا عنا وجدة إذن وجدة فعنا هنا حرف عل هو الو في كين حرف الو فكين في الأول الفعل إذن فهو فعل مثال إذن نضع وجدة فعل مثال إذن حرف العلة فهو في أول الفعل ثم بالنسبة الباعة فهنا عنا حرف عل لهو الألف فجاء في وسط الفعل إذن فهنا عنا فعل أجوف إذن نضع باع فعل أجوف ثم عنا رما إذن رما عنا ألف مقصورة عنا في آخر الفعل إذن هنا عنا فعل ناقص إذن نضع رما فعل ناقص ثم عنا يأس إذن يأس فعنا الياء لهو حرف عل فجاء في أول الفعل إذن هنا عنا فعل مثال إذن نضع يأس فعل مثال ثم عنا نام إذن نام فعنا حرف العلة اللي هو الألف فجاء في وسط الفعل فهنا عنا فعل أجوف إذن هنوضع نام فعل أجوف ثم عنا جنا إذن جنا فعنا الألف مقصورة فجاءت في آخر الفعل فهنا فالأمر ستعلق بفعل ناقص إذن نضع جنا فعل ناقص إذا نتقل السؤال لقم ستة حول الجملة إلى الضمائر التالية إذن عنا الجملة الآتي عنا ساعد صديقه إذن مطلوب مننا نحول هذه الجملة إلى الضميرين أنا ضمير المتكلم المفرد لهو أنا كذلك نحول هذه الجملة لضمير هي لهو ضمير الغائب المفرد المؤنت لهو هي إذن جواب السؤال لقم ستة حول الجملة إلى الضمائر التالية إذن عنا ساعد صديقه هذه نحول ها الضمير الضمير المتكلم المفرد أنا هذه سعطينا أنا ساعدت صديقي أنا ساعدت صديقي ثم الضمير هي الضمير الغائب المفرد المؤنت هي هذه سعطينا ساعدت صديقتها هي ساعدت صديقتها إذا ننتقلوا للسؤال لقم سبعة أتمم ملأ الجدول إذن عنا جدول عنا فيه أفعال عنا فيه مصرف في الماضي وعنا أفعال مصرفة في الأمر إذن عنا المثال اللي عطونا عطونا قال في الماضي وحولوه لنا للأمر قالوا لنا قل إذن قال في الماضي الأمر قل ثم في الخيارة الثانية اللي عنا عنا إما تعطونا في الأمر الفعل في الأمر وخاصنا نوجد الماضي بحال مثلا قف أعطوه لنا في الأمر نطلب مننا أن نوجد الماضي ديال قف ثم عنا عادة عادة أعطوها لنا فعل مصرف في الماضي نطلب مننا أن نوجد الأمر ثم عنا وصل أعطوه لنا كذلك في مصرف في الماضي نطلب مننا نصرفه في الأمر إذن جواب السؤال لقم سبعة أتمم ملأ الجدول إذن عنا الجدول مقسم إلى قسمين عنا الماضي والأمر إذن عنا قال في الماضي قل في الأمر ثم عطونا قف في الأمر ونطلب مننا نوجد الماضي ديال قف إذن هو وقف إذن نضع وقف إذن نقف في الأمر وقف في الماضي ثم عنا عادة مصرفة لنا في الماضي الأمر ديال عادة في الأمر هو عد نكتبه عد إذن عادة في الماضي عد في الأمر ثم عندنا وصل وصل مصرفة لنا في الماضي بالنسبة للأمر سنقوله صل إذن صل في الأمر وصل في الماضي صل في الأمر ترجمة نانسي قنقر